يقول المولى عز وجل في محكمة التنزيل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما صدق الله العظيم حقيقة يعني أنا ما كان ودي أن أرد على إساءة أحد النواب لكن ردي أعتقد ملزم لأن هذا النائب أقحم اسم سيدة فاضلة يحترمها كل الكويتيين في خلافات سياسية يجب إبعادها عن النساء الفاضلات ادعى النائب محمد لمطير بإني أنا شطبت مدح للسيدة الفاضلة الشيخة العنود الأحمد وهي سيدة يجمع عليها كل الكويتيين بالمحبة وبطيبها وخيرها وتحظى باحترام الجميع وهي بعيدة عن السياسة إلا أنه للأسف أقحمها وذكر اسمها وإسامي سيدات فاضلات في مرافعته في استجواب الوزير الداخلية أنه الصالح في مرافعته الهزلية التي كانت مثار تندر كل الكويتيين خلال الفترة الماضية من حيث المبدأ إقحام النساء الفاضلات في الخلافات السياسية وفي أتون السياسة وفي قاعة عبد الله السالم في مجلس الأمة أمر مرفوض وواجبك رئيس وفق المادة ثلاثين من اللائحة الداخلية بأن لا أسمح بهذا الأمر ولذلك شطب هذا الكثير من ما ذكره في مرافعته الهزلية ولم يكن كما حاول أن يصور بأنه شطب مدح لهذه السيدة التي تستحق أكثر من المدح لكن ما ذكره هو لم يكن مدح كان بصيغة مدح يقصد فيه الإساءة ولا يخرج ما ذكره عن أمرين كلاهما سيئ الأمر الأول أما أنك كنت تحاول إحراج سمو رئيس مجلس الوزراء بذكر محارمة وأسماء نساء في أسرته الصغيرة أثناء هجومك الفج عليه وهذا عمل أقل ما يقال عنه بأنه ما فيه مرجلة ولا فيه ذرة مروعة تبيت هاجم رئيس الوزراء تبيت هاجم سياسي أي أن كان هاجمه بشخصه دلل على كلامك بمستندات دلل على كلامك بأدلة بحجج مخنعة هذا حقك لكن أن تذكر أسامي نساء فاضلات ومنهم ذكر السيدة الشيخة العنود في محاولة لإحراج سمو رئيس مجلس الوزراء هذا مثل ما قلت عمل ما فيه مرجلة ولا فيه مروعة ولذلك شطب هو وغيره من هذه المرافعة أما العمر الثاني فأما أنك أنت قاعد تنافق وتحاول تمزع جوخ لبعض الشيخات وهذا أمر شأنك لكن سوى بره قارج قاعة عبدالله السالم ليس في قاعة عبدالله السالم لذلك أؤكد بأنني لن أسمح بإقحام نساء فاضلات من داخل الأسرة الكريمة أو من خارجها في أتون خلافاتنا السياسية وفي قاعة عبدالله السالم أيضا هناك أمر آخر عندما تتحدث عن أي مواطن متهم فيجب أن نثبت الحقائق التالية أولا المتهم بريء حتى تثبت إدانته أي أن كان من الأسرة الحاكمة أو من خارج الأسرة الحاكمة هو بريء حتى تثبت إدانته ومن يحدد الإدانة من البراءة في دولة المؤسسات هو القضاء العادل لا أنا ولا غيري منه ونحن نتمنى السلامة والبراءة للجميع ولا نتمنى أن يتعرض أي أحد لأي إساءة لكن الدفاع عن أي شخص أو أي متهم يكون دفاع عن أفعاله عن أعماله ويحكم عليه بالإدانة أو البراءة بناء على عمله مو بناء على من وخالته ولا من وعمته ولا من وجدته مع احترامي لكل الشخص والأسماء المادة 29 من الدستور واضحة والناس متساون في الكرامة الإنسانية وأيضا متساون أمام القانون ما في أحد أعلى من أحد وفق هذه المقاييس معناته جهات التحقيق ما تسألك أنت سويت ولا تحكم عليك بعملك أول ما تجي تسألك تسألك منه خالتك ولا منه عمتك ولا منه جدتك وبناء عليها تقرر أنت بريء أو مدان هذا الكلام اللي كان يقوله في مرافعته وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلة على جميع الأشخاص مثل ما قل المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولا نقبل أيضا بالاتهام أو الإدانة أو التخوين على كائنا من كان سمو نائب الأمير وهو قدوة في خطابه وما قاله قال القانون فوق الجميع ولا أحد فوق القانون وأكد على ذلك مرارا وتكرارا وكذلك في مناسبات سابقة سمو الأمير وكذلك الدستور اللي احنا قسمنا على الاحترام لذلك هذا الأمر مرفوض